بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد حلول الروح القدس عشان كده نعمل درس كتاب سريع من إنجيل يوحنى إصفاح 16 عنوان درس الكتاب الروح القدس المعزي يأخذ مما لي ويفبركم ويرشدكم إلى جميع الحق نبتدي ونتكلم عن الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة هي عيد البشارة المجيد عيد الميلاد المجيد عيد الغطاس عيد حد الزعف عيد القيامة عيد الصعود عيد العنصرة اللي هو عيد حلول الروح القدس الأعياد السيدية الكبرى هي أعياد مرتبطة بخلصنا يعني حصل فيها أعمال تؤثر في خلصنا وتقود خلصنا وبالتالي هي نسميها الأعياد السيدية الكبرى هنتكلم على درس الكتاب النهاردة وتلاقوا كل الفيديوهات على البلاي ليستل اسمها اجتماع دراسة الكتاب المقدس يوم الثلاثة على اليوتيوب التشانل الخاص بالكنيسة كنيسة ماري مرقص أرينكليف سيدني أستراليا اتقدم قبل كده فيديوهات عن الروح القدس زي ما قدام حضراتكم وفيديوهات تانية من إنجيل يحنى خمس فيديوهات تقدروا ترجعوا لها لما وقتكم يسمع نبتدي مع بعض في إنجيل يحنى 16 ونبتدي من آخر آيتين من إصحاح 15 لما بيقول الرب يسوع المسيح ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء وهنا ربنا بيدلهم كده رسالة مهمة يعرفوها قبل ما يروح على الصلب والموت والقيامة وقبل ما يشوفوه في العذبات اللي هتكون فهي رسالة تعزية وبالتالي هو بتكلم عن الروح القدس المعزي الباراكليت المدافع وإن الروح القدس هيشهد لهم بالحق وهيفهمهم الحق وهيفهمهم أن كل حاجة بناخدها هي من الآب بالابن في الروح القدس وهيفهمهم الإمام بالثالوس وهيخليهم يقدروا يقفوا قدام ولا وقدام الشعوب وقدام سلاطين يتكلموا عن السيد المسيح ويتكلموا عن اللي قدموا الرب يا سوع المسيح وده اللي شفناه وبنشوفه في سفر أعمال الرسل ولما بيقولهم روح الحق دي كلمة جميلة جدا وكلمة مهمة جدا لأن لو تفتكروا لما كان بيتكلم مع المرأة السامرية قال لها ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له وبالتالي روح الحقي خلينا نسجد سجود حقيقي وإحنا في القداس لما بنحضر القداس ونسجد للجسد المقدس والدم الكريم أو في أي لحظات الشماز بيقول لنا فيها يكون فيها خضوع قدام المسبح أو خضوع في الصلاة ده لأننا بنسجد سجود حقيقي سجود بالجسد سجود بالفكر سجود بالأفعال سجود بالكلمات لأنه في هذا السجود بنعلن إيماننا بالثالوس القدوس ونسجد بروح الحق الروح القدس يقودنا أن يكون السجود هو سجود بروح الحق ولما بيقول لهم تشهدون أنكم أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء هو ده اللي كان موجود واللي عاشوا به الأباء الرسل عشان كده الأباء الرسل لما جم يختاروا متياس الرسول قالوا عايزين واحد يكون معانا من الأول ويكون كمان شهاد القيامة ولما بيقول تشهده من الابتداء هي دي العزات اللي قالها القديس بوترس في سفر أعمال الرسل أنه هو اتكلم عن قصة تدبير الخلاص في كل عزة من العزات اللي قدمها وبرضو القديس بولس في عزاته وهكذا وبرضو بيورينا تشهدونا من الابتداء ده اللي على أساسه والروح القدس قاد التلاميذ أنه هما يكتبوا الأناجيل متى ومرقص ولوء أو يحن فالروح القدس قادهم لأنه هما يفتكروا كل اللي قالوا المسيح ويكتبوا كل اللي عملوا المسيح أو كل اللي أرشدهم الروح القدس إليه أنه هما يكتبوا وهو ده اللي بنتكلم عنه أو بنتكلم منه زي إنجيل يحن نبتدي في إصحاح 16 عدد واحد قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا عشان هيحصل الحاجات وممكن الناس تهاجمكم أو الناس تديقكم ويحصل لكم اضطهادات ولكن الروح القدس هيكون فيكم ويعمل فيكم سيخرجونكم من المجامع وده حصل مع المسيح نفسه في يوحنى 9-22 وحصل مع المولود أعمى بعد ما شفاه الرب يسوع المسيح برضو أخرجوه من المجمع وبالتالي هما كانوا بيخرجوا اللي مش عجبهم واللي مش على رأيهم أو اللي بيقدم تعليم جديد زي الرب يسوع المسيح بيخرجوه من المجمع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وأبسط مثال على كده كان شاول الترسوسي شاول الترسوسي قال على نفسه كنت مجدفا ومفتريا ومضطهدا ولكني رحمته لأني فعلته بجهل في عدم إيمان وبالتالي كل حد بيهاجمنا بتتدرجت كراهية بتاعته والنقمة بتاعته إلى أن يقتل الإنسان المسيحي أو يقدم الإنسان المسيحي للشهادة وإذا اللي شفناه في حياة الشهداء والقدسين وفي حياة قدسين كتير أرينا عنهم وعايشين بصلواتهم وبرضو شفناه في حياة استفانوس لأنه برضو خرجوا خارج المدينة ورجموا وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا يعرفوني لأنهم ما عرفوش الثالوث لأنهم عندهم جهل بأله الثالوث القدوس وعندهم عدم إيمان بالثالوث القدوس لأن الروح القدوس مش هيكون فيهم ولكن نحن المؤمنين اللي عايشين اللي أخذنا سر المعمودية وسر الميرون الروح القدس يعمل فينا كلام المسيح دايماً بيورينا أنه فيه نصرة وليس انهزام ليه بسبب عطية الروح القدس للتلاميذ لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم تفتكروا اللي أنا قلته ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم وبالتالي هو بيقول هنا أنه أنا معاكم فأنا كنت موجود قدامكم أنتم كنتوا بتتعاملوا معايا وشايفيني ولكن حين أصعد سأرسل الروح القدس هيكون هو كمان معاكم في الكنيسة وبالتالي زي ما المسيح كان موجود معاهم في الجسد الروح القدس موجود معانا دلوقتي يعمل في قدام الكنيسة وكارز الكنيسة لأجل مجد المسيح ولأجل مجد الثالوس القدوس خمسة وأما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني وبالتالي هو بيقول أن إرسليتي خلصت إرسليتي بتخلص وبأكمل عملي بالصليب والموت والقيامة والصعود وليس أحد منكم يسألني أين طمدي لكن لأني قلت لكم هذا قد ملع الحزن قلبكم وبالتالي هو بيقول لهم أنتم حزنتوا لأننا قلت لكم أننا ماشي عشان كده مش بتسألوا أنا رايح فين بيقول لهم كان المفروض تسألوا أن أنا رايح فين فواضح كمان أنه زي ما يكون في رصهم أو في فكرهم أنه إحنا عارفين أن كلام الحياة الأبدية عندك زي ما قال القديس بطرس في يحنى 6 ولكن في نفس الوقت إحنا مش قادرين نسأل لأنه مش قادرين نتخيل الوقت اللي أنت مش هتكون معانا فيه وبالتالي هم لسه في حالة عدم إيمان كامل وإيمانهم للصناقص وعدم فهم كامل لقصة تدبير الخلاص عشان كده بيختم معهم يلوم لكني لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن كلبكم ويبتدي من عدد 7 في إسحاح 16 يتكلم على برضو المعزي أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليك وهنا الفكرة ببساطة ليه كان لازم المسيح ينطلق الأول ليه كان لازم يصعد الأول لأنه في الصعود أتم كل عمل خلاصي بجسد بشريتنا وبالتالي هو أصعد جسد بشريتنا وطبيعتنا البشرية إلى الله الآب مصالحة مع الآب وبالتالي أصبحنا في حالة صلح مع الآب لم نعد بعد في حالة انفصال عن الآب زي ما كنا في العهد الأديم وبالتالي بما إننا أصبحنا في حالة مصالحة مع الآب نتيجة عمل دم المسيح ونتيجة كل ما قدمه المسيح أثناء تجسده أصبح من الطبيعي أنه يحل الروح القدس على هؤلاء المؤمنين بفداء المسيح المفديين بدم المسيح وبالتالي كان لازم يحصل الصعود الأول وبعدها يحصل حلول الروح القدس عشان كده بنقول أولاد المسيح المفديين والمخلصين نتيجة عملوا فيهم يحل عليهم الروح القدس لأنهم زاقوا هذا العمل الخلاصي اللي قدموا المسيح وعيشين به فيحل عليهم الروح القدس عن طريق في يوم الخمسين وبعد كده بسر المعمودية وسر الميرون فنأخذ من مجده ونعيش بالروح القدس أو نعيش بالمسيح في حياتنا من تاني ولكن إن ذهبت أرسله إليكم متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون وبيشرح المسيح يعني إيه؟ لأنه لما هيجي الروح القدس وتوضح الرسالة كلها يصبح المسيح أوضح وأشمل وأكثر استعلاناً قدام كل البشرية وأكثر من لما كان قدامهم بالجسد أنه هو قدامهم بالجسد ما كانوش قادرين يفهموا كل حاجة ولكن لما بيحل الروح القدس يصبح المسيح أكثر استعلاناً مما كان للتلاميذ بالجسد وهذا هو قيمة انطلاق المسيح وهذا هو قيمة أن المسيح يقول أن الروح القدس يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينون فيكون الإنسان المسيحي في وعي كامل ووعي مفتوح ووعي روحي وسماوي وعي بكل ما قدمه المسيح وبتجسد المسيح وبقصة تدبير خلاصنا ويشرح الرب يسوع المسيح يعني إيه؟ أما يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينون أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به وكأنه معيار ومقياس كلمة خطية اختلف وفعلاً هو اختلف لأنه الخطية هي عدم الإيمان بالمسيح الخطية هي عدم الإيمان بالثالوس القدوس عدم الإيمان بتجسد ابن الله الوحيد ومن هنا تتفرع كل الخطايا إيه بقى وقول برحتك يعني الكبرياء، الغطرسة، العجرفة، النظرة الشريرة، الحقد الغيرة لأنه كل ما الإنسان بيدرق وبيؤمن بالمسيح كل ما يتواضع وكل ما تقل مشاكله وكل ما تتضح الرؤية أمامه في حياته هنا على الأرض وفي حياته في السمن إذن الخطية هي عدم الإيمان بالمسيح وأما البر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً يعني لما أنا كنت معاكم على الأرض وقدم عينيكم كنتوا شايفين البر فيا ولكن لما أنا هصعد وهيحل عليكم الروح القدس فأنا مش هكون معاكم فالروح القدس يشجعكم على البر زي ما أنا كنت بشجعكم على البر وأنا موجود قدامكم بالجسد وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين لأن المسيح غلب فالروح القدس يعني يشجعنا أو يورينا أنه مش هيكون في دينونة خلاص لولاد المسيح زي ما بيقول القديس بوليس ورسول فرومية 8 إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع إذن الروح القدس هو اللي بيقضنا أننا نفهم كل ده ونعيش به نعيش بإيمان بيسوع المسيح نعيش بالبر نتيجة عمل الروح القدس فينا ونعيش لا نخاف من الدينونة ولكن واثقين أنه لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع ويقول لهم في عدد 12 إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول ولكن لا تستطيعون أن تحتمل يعني أنا عايز أقول لكم حاجات كتير عايز أعلمكم حاجات كتير عن الإيمان بالثلوس عايز أرشدكم لحاجات كتيرة عن التجسد عن أسرار كتيرة عايز أقولها لكم ولسه أنتم مش هتقدروا تستحمله وده يورينا أنه رسالة المسيح هي رسالة على قد إمكانيات البشر ولكن هناك أمور أخرى لم يعلنها المسيح ولكن تكتشف لنا يوم عن يوم بعمل الروح القدس في الكنيسة ويجي القديس بولس الرسول يقول إن أنا عمال أكتشف غنى المسيح الذي لا يستقصى يعني كل يوم القديس بولس الرسول وكل المؤمنين بالمسيح يكتشفوا كل يوم أبعاد جديدة في عمق محبة المسيح وعمق محبة الآب وعمق عمل الروح القدس في حياة كل واحد فينا عدد 13 وأما متجاء ذاك الروح القدس هو روح الحق يرشدكم إلى جميع الحق يرشدكم إلى جميع الحق يعني يرشدكم إلى الإمام بالثالوس يعني تفهموا الإمام بالثالوس تفهموا أن الله ثالوس وتدركوا وتعيشوا بأن الله ثالوس وتعيشوا بأن كل أقنوم يمجد الأقنوم الآخر ويشير إلى الأقنوم الآخر وأنه في تجسد الإبن الوحيد دي كانت عملية إخلاق كبيرة تقود لإنكار الزات وللتواضع وللحياة الإنسانية الرقية نتيجة الإيمان بالثالوس القدس ويرشدكم إلى جميع الحق يعني يقود كل كيان الإنسان إلى الحق يقود النفس والفكر والأفكار والمشاعر والأحسيس والنيات ويقود العيون والأكساد وكله يقود إلى جميع الحق إلى الحق إلى النور إلى المعرفة إلى البنيان كل دا يعمله الروح القدس لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية الروح القدس لا يضيف تعاليم جديد على تعاليم المسيح بل يرشد إلى جميع تعاليم المسيح والروح القدس يرشد إلى النور اللي في كلام الإنجيل اللي مكتوب لنا عشان كده القدسين يقولوا أنه الجهل بالكتب المقدسة يساوي الجهل بالمسيح وبالتالي كل ما نسعى نقرأ الكتب المقدسة وكل ما نقرأ الإنجيل كتير كل ما نقرب من المسيح نهايتها تانية الجهل بالكتب المقدسة يساوي الجهل بالمسيح والمعرفة الكتب المقدسة يقود إلى معرفة المسيح وشوفنا القدسين حوالينا كتير أنه كل ما بنقرأ الإنجيل كل ما القدسين بيقرأ الإنجيل كل ما بيتكشف لهم أمور جديدة ده نتيجة الروح القدس الذي يقود الذي قاد التلاميذ في الكتابة وقاد كمان المؤمنين لما يقرأ الرسالة من الإنجيل الأمور توضح قدامهم ويستنيروا ويعيشوا حياة مقدسة زي ما احنا كمان عايشين في الكنيسة ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويفبركم الروح القدس يمجد الإبن الروح القدس يشير إلى عمل السلوس والابن يمجد الروح القدس السلاسة أقانيم يمجدون بعض وهو ده العمل اللي عاوز الروح القدس يوره لنا أنه احنا كمان في حياتنا نتكامل مع بعض ونتعامل مع بعض بكل محبة وبكل بر وبكل قلب مفتوح كل ما للآب هو لي لهذا قلته أنه يأخذ مما لي ويخبركم أنا بحس أنه دي أهم آية في الإنجيل في العهد الجديد كل ما للآب هو لي في تجسد الإبن المسيح عاوز يدينا كل حاجة عاوز يدينا قدسته وتعليمه وفكره وروحه وعاوز يدينا ودعته فهو الإبن بيقول أنا كل ما للآب هو لي كل ما يملكه الآب هو لي والمسيح عاوز الروح القدس يدينا كل ما هو للإبن فكأنه احنا بنستلم بنستلم الحياة المقدسة نتيجة اللي شفناها في تجسد المسيح يأخذ مما لي ويخبركم الروح القدس يدخلنا في سر الوحدة بين الآب والإبن فنفهم كل ده وده اللي هيتشرح بعد كده في إنجيل يوحنى أسفح 17 السلوس الروح القدس يجعلنا مكملين إلى واحد زي ما الآب والإبن والروح القدس هم واحد احنا كمان نعيش في وحدانية مكملين إلى واحد بعمل الروح القدس فينا طبعا في آيات كتيرة بتتربط هنا وبتوضح هنا أو بتشرح الآية دي يعني مثلا يقول أنه في إنجيل في رسالة يوحنى الأولى صح ثلاثة عدد نين لأننا سنراه كما هو فهو الروح القدس نتيجة عمله فينا هنشوف المسيح كما هو وإحنا بنتغير للمسيح بعمل الروح القدس فينا زي برضو ما موجود في كورونس ستانية ثلاثة تمنتاشر ناظرينا إلى المرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها كما من الرب الروح يعني الروح القدس بيخلينا نتغير للمسيح وبالمسيح عشان كده يأخذ مما لي ويخبركم هو ده اللي بيدهولنا الروح القدس الروح القدس مش بس معزي ولكن بيدينا كل مال المسيح وده اللي بناخده من خلال سر التناول في خارستيا في الكنيسة نروحنا عدد 16 بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأنني زاهب إلى الآن لأنه لا تبصرونني لأنه أنتو الرؤية عندكم لسه قاصرة ولكن بعد قليل ترونني لأني زاهب إلى الآب لأني هتشوفوني بعد القيامة وبعد كده أنا هذهب للآب وهيكون معاكم الروح القدس هو روح القوة والعلم والخوف والمشورة والطقوة والحكمة والفهم عدد 17 من إنجيل يوحنا 16 قال قوم من تلميذ بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني ولأني زاهب إلى الآب فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم فعلي ما ما فيدخلهم وقلهم وانتو بتقولوا كده فعدد 20 الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنحون والعلم يفرح أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح العالم بيفرح بالمكاسب المادية وبالأمور العالمية أما المؤمنين فبيفرحوا بعمل الروح القدس فيهم وبحياة المسيح فيهم وحزنكم يتحول إلى فرح حزنكم يتحول إلى فرح بسبب عمل الروح القدس وبسبب الرجاء اللي بيسيبوا فينا الروح القدس وبيعملوا فينا الروح القدس في كل أيام حياتنا عشان كده نظل مستمرين في الإيمان وثابتين في الإيمان نتيجة عمل الروح القدس فينا فالمرأة وهي تلت تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم والمرأة ترمز للكنيسة التي تلت المؤمنين الكنيسة بخدامها وكارزيها وكل اللي بيقوموا بالخدمة فيها بيدوروا على كل واحد بعيد عشان يقرب هو كمان ويدوء المسيح ويعيش ويقبل الإيمان بالمسيح فيولد الإنسان جديد في الكنيسة ويولد جديد في حساب الكنيسة وفي حساب المسيح قديس بوليس الرسول يقول في غلطة أربعة ساعتاشر يا أولادي الذين أتمخط بهم إلى أن يتصور المسيح فيكم يعني أصبحت الخدمة هي مسألة ولادة ومسألة تسليم إن الأب والأم والخدام بيسلموا الإيمان للأولاد اللي حواليهم قديس بوليس الرسول شاف كتير من الأتعاب دي الأتعاب اللي هي نتيجة الإيمان فبيقول مثلا في كورونسوس الثانية أربعة مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين متهدين لكن غير مطروكين حاملين في الجسد كل حين إماتت الرب يسوع المسيح لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا المائل لقوا دي في كورونسوس الثانية إصحاح أربعة من تمانية لعشرة فأنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني أراكم فتفرح قلوبكم وده اللي حصل في يوحنى عشرين عشرين لما الرب يسوع المسيح ظهر بعد القيامة ففرح التلاميذ إزراء الرب ولا ينزع أحد فرحكم منه في ذلك اليوم نروح على عدد الثلاثة وعشرين وفي ذلك اليوم يعني يوم عيد حلول الروح القدس لا تسألوني لا تسألوني شيئاً لأن الروح القدس هيكون فيكم الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب بإسم يعطيكم الفكرة هنا ببساطة إن المسيح هيكون فيكم إنكم هتكونوا في المسيح نتيجة الروح القدس الحالة فيكم فأنتم هتكونوا في المسيح فهتكون طلباتكم كلها طلبات بالحق وطلبات روحية وسموية وكلها هتتحقق ليكم لأنها مختومة بدم الخروف المسبوح لأجلكم وعشان كده بيقول كل ما طلبتم من الآب بإسم يعطيكم وإحنا ببساطة في صلاة أبانا الذي بنضيف بالمسيح يسوع ربنا لأنه في اسم المسيح نطلب من الله الآب إنه يتقدس اسمه ويأتي ملكوته ولتكن ما شئته وهكذا إلى الآن لم تطلبوا شيئا بإسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا يعني وأنا معاكم دلوقتي فرحكم مش كامل يعني لسه فرحكم مكملش الفرح يكمل بحلول الروح القدس وعمل الروح القدس وإنشاء الكنيسة واستمرار الكنيسة في هذا العالم قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية أخبركم عن الآب علانية يعني أنتوا هتفهموا الرسالة كاملة أنتوا هتفهموا قصة تدبير الخلاص كاملة لأنكم ما كنتوش فاهمين وحتى وأنا موجود معاكم ولما هتشوفوني رايح للصليب وللألام وللعذاب كل ده مش هتكونوا لسه فاهمين ولكن حين يأتي الروح القدس هتفهموا بل أخبركم عن الآب علانية يعني تكون الرسالة واضحة ويكون سلطان الآب وسلطان الثالوس القدوس قدام عينيكم واضح نتيجة عمل الروح القدس وفي ذلك اليوم تطلبون بإسمي ولست أقول لكم أني أسأل أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم أني من عند الله خرق نحن حين نحب الإبن ونعيش بتجسد الإبن يحبنا الآب ونكون مقبولين لدى الآب عشان كده هي دي الحياة الجديدة في المسيح يسوع وهو ده العهد الجديد العهد الجديد أن نحن نحب الإبن وأنه يتمجد الإبن في حياتنا بعمل الروح القدس فينا أمنتم أني من عند الله خرقت أمنتم بتجسدي ولما بيقول في عدد 28 خرقته من عند الآب ده اللي هو الخروج الأزلي اللي هو موجود في قانون الإيمان بنقول مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر إله حق من إله حق نور من نور هو ده الميلاد الأزلي لرب يسوع المسيح وقد أتيت إلى العالم ده اللي هو التجسد وأيضا أترك العالم بنهاية التجسد وأذهب إلى الآب لكي يرجع للآب بجسد بشريتنا وتقول الكنيسة أن لهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين شايفين الكلام مرتبط بصلوات الكنيسة مرتبط بقانون الإيمان الكلام كله مرتبط ببعضه قال له تلاميذه هو إذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد لهذا نؤمن أنك من عند الله أخرق وبالتالي ده اندفاع شوية من التلاميذ أنه هم يتكلموا بالإيمان ده وهو الرب يسوع المسيح فاهم أنه هم يعني يعني مش فاهمين كل حاجة لسه عشان كده بيرد عليهم أجابهم يسوع الآن تؤمنون يعني هو دلوقتي بس أمنتم لا أنا عارف أن إيمانكم لسه ناقص أنا عارف أن لسه الرسالة ما وضحتش قدامكم لا تتكلوا على الإيمان النائز ده ولكن أصبروا لحد ما ييجي الروح القدس يعمل فيكم ويشير إليكم ويوضح لكم الرسالة هو زا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد على خصته وتتركوني وحدي وحدي لأني دائس المعصرة وحدي زي في أشعية 63 تتركوني وحدي لأني هكون دائس المعصرة وحدي وتتركوني دي حصل حصلت في متى 26 وسابوا المسيح لوحده وحتى لما اتصلب المسيح نعرف أنه تلمزايا عمواس راحوا مدينة تانية عشان خلاص قالوا أن القصة انتهت هي دي كلمة وتتركوني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي لأن أنا في الآب والآب في لأن من رآني ذا قد رأى الآب وأنا لست وحدي قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم بيقول لهم أنه السلام في السلام اللي هتعيشوا به هو أنا السبب فيه مش حاجة تانية وعشان كده القديس بوليس الرسول يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع في فليبي أربعة والمسيح نفسه قال عليه القديس بوليس الرسول هو سلامنا تلاقوها في أفاسس 2 وبالتالي أنتم هيكون لكم سلام نتيجة حلول الروح القدس عليكم هتدركوا أنه مهما كان في العالم دي لكن أنتم واسقين أني أنا غلبت العالم شكرا لله الذي يقضنا في موكب نصرته في كل حين في المسيح يسوع لأنه أخضع كل شيء تحت قدمه بكل تجسد المسيح اللي بنفهمه نتيجة عمل الروح القدس فينا وفي حياتنا عشان كده كان مهم أنه يحصل عيد حلول للروح القدس نتكلم عن آيات عن الروح القدس تأكد الجزء اللي درسناه من إنجل يوحنا 16 الرب يسوع المسيح نفسه بيقول إن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب ودي دعوة إن إحنا كلنا نكون عطشانين نيجي نروح للمسيح وإحنا عطشانين وإحنا مشتائين إنه يعمل الروح القدس فينا إن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب من آمن بيه كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي يعني يخرج من كل كيانه خدمة جديدة وروح جديدة نتيجة عمل الروح القدس ويوضح القديس يحنى ويقول قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد في يحنى 14 بردو يكلم الرب يسوع المسيح أن أعطيكم معزيا آخر يعني أنا معزي وفي معزي آخر سيمكس معكم إلى الأبد ويكون فيكم ولا أترككم يا تام لأن الروح القدس هيكون معاكم لو كنت أنا معاكم بالجسد ولكن بعد كده هكون معاكم بالروح القدس إني أنا في أبي وأنتم فيي وأنا فيكم كورنسوس الأولى 12-3 ليس أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس كل مرة بندخل للأسرار سواء سر الاعتراف أو سر المعمودية أو سر التناول كل دي أسرار بنقول فيها أن المسيح رب بعمل الروح القدس فينا وبإعلان الروح القدس داخلنا لأنه في أفاس 2-18 لأنه بالمسيح بالابن لنا كل كلنا اليهود والأمم وكل البشر قدوما في روح واحد إلى الآن قدوما إلى المسيح بالروح القدس قدوما سري إلى الآب بالروح القدس وبعمل وتجسد لابن الوحيد زي ما قلنا كل شيء من الآب بالابن في الروح القدس وفي محنى الأولى 4-4 بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة أنه بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه أعطانا من روحه يبقى الله الآب أرسل الابن كفار لخطيانا وأعطانا من روحه إذن كل خلاصنا هو خلاص ثالوسي وهو عمل فينا ويغير فينا ليقضنا للمحبة الكملة التي بها نثبت ليس أننا أحببنا الله بل هو أحبنا أولا وأرسل ابنه كفار لخطيانا نفتم بصلاة حلول الروح القدس من القداس الكورلوسي أبونا بيصلي سر ويقول من أجل خطيايا خاصة ونجسات قلبي لا تحرم شعبك من حلول روحك القدوس أرسل إلى أسفل من علوك المقدس ومن مسكنك المستعد ومن حضنك غير المحصورة من عرش مملكة مجدك الباركليت الروح القدس روحك القدوس الأقنوم غير المستحيل ولا متغير الرب المحي الناطق في النموس والأنبياء والرسل والحال في كل مكان المالي الكل مالي كل مكان ولا يحويه مكان واهب القداسة بسلطة وليس كالخادم يعني مش زي اللي كانوا بيقولوا أن الروح القدس هو خادم الروح القدس واهب القداسة بسلطة وليس خادم البسيط في طبيعته الكثير الأنواع في فعله ينبوع النعم الإلهية المساوي لك المنبثق منك شريك عرش مملكة مجدك وشريك ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابينة التي لك المكرمة السابقة وضعها أمامك على هذا الخبز ولهذه الكأس لكي يتطهر ويتحول وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا للمسيح وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أمين يا رب أمين مستنيين ومنتظرين حلول الروح القدس وعمل الروح القدس فينا وفي كل الخدام وفي كل الأباء لكي يعمل الروح القدس ونتزوق أكثر عمل وجمال وتجسد الرب يسوع المسيح في هذه الأيام وفي كل الأيام تكبر الكنيسة وتعيش الكنيسة وتتقدم الكنيسة لإلهنا المجد الداين في الكنيسة المقدسة والكلمة والرسل والشهد والقدسين من الآن وإلى الأبد آمين